خاصة من الشروط المتعلقة بالحملة الانتخابية كيف تتعبر الشروط التي جاءت ضمن قانون الانتخابات الجديدة؟ في الحقيقة بالنسبة لي شروط الترشح يعني نعود أن نرجع قليلاً هناك بعض القيود الواردة لم تكن مألوفة سابقاً في ظل الشروط السابقة وهذا نظراً لقلت أول خصوصيات ولأهمية هذه الانتخابات ولتقلد منصب النائب في البرنامال لأنه سيكون غدوة ممثلة للشعب وممثلة للقاعدة وممثلة وعائه الانتخابي ومن جاء أخرى سيسر القاموني وبالتالي كان لزمن على المجرع أن يجد شروطاً نوعاً ما يعني تتكيف مع منصب يعني تلائم صح التعبير مع هذا المصب وبالتالي أعتقد أن هذه الشروط نوعاً ما مقبولة إلى حد ما لأن الماضي القريب صح التعبير بالنسبة لسلطة شرعية يعني وجدنا ما لم نجده يعني بعين الاعتبار وجدنا أناس ليس لهم أهل تماماً لأن يلجوا أقدامهم حتى يعني قبة البرنامال بالتالي كان لزمن على المشاريع أن يجدوا أناس أكفاء من هذا الصرف لدخول وولود هذه قبة البرنامال ومن جهة أخرى سيدتي الحملة الانتخابية الآن ستنطلق كما قال الرئيس شرفي يوم الخميس عشرين ماي يعني رئيس شرفي الآن على المحك يعني إن صح التعبير السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات الآن رهي الآن في حوار مستمر مع شركائها السياسيين من الأحزاب السياسية ومن المستقلين الأحرار الذين فتح لهم مجال وفتح للمجتمع المدني بأطيافه وهناك يعني أكثرية القوائم الانتخابية بالنسبة للأحرار أكثر من القوائم يعني الأحزاب السياسية وهذا شيء إيجابي أنا منذ قليل سمعت الزميل منذ قليل حتى أن القوائم الحساب رهي فيها الشباب يعني مشكلة متواجدة يعني في الأحرار وهذه شرط عامة يعني تسري على الحرار وتسري حتى على القوائم يعني على الأحزاب السياسية الحمد لله المشرع يعني إصح التعبير يعني محى هناك شرط جد قاسية أشارت إلى هذا الزميل منذ قليل وهي نسبة عشر من الناخبين وخمسة في المياه بالنسبة للقوائم التي تحصلت في الانتخابات السابقة وهذا شيء إيجابي لأنه قلت أنه لما نرجع المرحلة الانتقالية سيداتي في قانون العضوي نجد هناك من الأشياء قد حذفت لأنه اعتبر أن هذه الانتخابات هي انتخابات جد واستثنائية وبالتالي يعني موسيحة كثير من الشرط ومن العقابات بالنسبة للحملة الانتخابية بقيت لها ثلاثة أيام ستنطلق إن شاء الله هناك قيود أيضا حتى على الحملة الانتخابية هي مرحلة ومحطة من محطات سيدتي مبدداء من المراجعة الانتخابية إعداد القوائم الانتخابية بطاقة الناخب يعني تحضير لبربراتيون تعلية لزيليكسيون يعني ثم بعد ذلك تأتي الحملة بعد شرط القبول يعني شرط القبول إن توفرت فيه الشرط إن دخل في الإطار القانوني هناك أيضا قيود تليدوا حتى على الحملة الانتخابية ربما سنرجع إليها بعد قليل وصد جمال